لليوم التاسع عشر على التوالي تنعم البلاد بالكهرباء على مدار الساعة بلا طرح للأحمال ولعل السامعة يستغرب من مصطلح نعمة الكهرباء إذ أنها تعد حاجة أساسية للحياة إلا أن الشعب الليبي حرم منها لسنوات طوال الكهرباء هنا أصبحت من الكماليات رغم أنها في الحياة الطبيعية إحدى الأساسيات فالشارع يحسب الأيام فرحا بعدم انقطاعها وبقاء النور في البيوت والشوارع بدلا من السواد الذي سادها في الأيام السابقة الشركة العامة للكهرباء أفادت بعدم طرح الأحمال في أجنحة شبكة الثلاثة الغربي والجنوبي والشرقي بالتزامن مع تغير الجو وبدء فصل الخريف وطالبت المواطنين بمراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة وأكدت لهم أنه في حال زيادة طرح الأحمال يمكن للمواطنين الاتصال بالشركة ويتوقع الشارع بحسب المراقبين إلغاء طرح الأحمال نهائيا خلال العام القادم خصوصا أن شركة الكهرباء أعلنت في وقت سابق أن البلاد ستشهد قريبا انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال وارتفاع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميجاوات إلا أن السؤال يطرح نفسه هل ستفي الشركة بهذه الوعود التي عهدنا سابقا عدم الإفاء بها بسبب الكوابل أو غيرها وهل ستبقى الكهرباء في المرحلة الحالية مع الانفراجات الحكومية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية أم أنها ستذهب مع الذاهبين أو تبقى مع الباقيين سؤال تتكفل الأيام القادمة بالإجابة عليه موسيقى